ثمت قوة فوق كل قوة ثمت رب يدبر الأمور ويصرفها ثمت إله تكفل بنصر أوليائه وإعزاز جنده وصيانة عباده قال الله تعالى وعد الرسل وأهل الإيمان معهم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومئهم فجاءوهم بالبينات يقول جل وعلا فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وهذا النص يبين أن أعظم أسباب النصر هو حسن الصلة بالله هو الإيمان به جل في علا هو توثيق الصلة به سبحانه وبحمده فعلى قدر ما مع المؤمن من حسن الصلة بالله وتحقيق الإيمان ينال من نصره وتأييده وإعانته وتوفيقه ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء ترجمة نانسي قنقر